صباح الخير أنا ابتدت كنت أتكلم مع صديقة للقناة في موضوع يعني موضوع عمري ما فكرت أن أفكر فيه ولا أدخل فيه هو حساب الجمل أو القيمة العددية للحروف وإن كل حرف له قيمة وبالتالي في الآخر كل كلمة لها قيمة وكل جملة لها قيمة عددية ولها قوة عددية وحسب قيمة الحرف أو قيمة الجملة العددية بتبقى قوتها أو يعني تأثيرها وبسيط لقيت أن مش فقط اللغة العربية اللي فيها كده لا ده حتى فيه الحروف اليونانية وأيضا العبرية يعني يعني اللغات القديمة كانت مهتمية بالموضوع دون ربما يكونوا تأثروا من العرب ربما يكونوا ده تأثر بدون هو كل الثقافات دايما بتأثر في بعضها إنما هي حاجة من يبدو كأنها من ألاف السنين هذه القوى العددية ومن رأيتي اليومين اللي فاتوا إن حتى هي موجودة في نصوص مقدسة وفي حاجات كتيرة هامة فهنشوف هنا أولا القيمة العددية بتاعت الحروف الأبجدية العربية حتى بنقول أبجدية ما بنقولش ألب بتي يعني هي ألب به جيم اللي أبجد حوز اللي هو زي ما بتقولها ليلى مراد فلونية الألف بواحد به باثنين جيم بتلاتة دال باربعة هه بخمسة واو بستة وبعدين بتوصل لليه بعشرة بعدين بتبتدي بقى القيمة تتضاعف من عشرة لعشرين تزود تزود عشرة بعدين بتوصل للتسعين تبتدي تزود مية قاب بمية الرهب بمتين لحد ما توصل للغين بألف لأنه هو فيه فكرة إنه لو قلنا احداشر تبقى يعني واحد 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 يبقى واحد أو فنرجع الواحد تاني أو كده يعني هما ليهم اخترعوا القيمة دي أو فكروا فيها أو اكتشفوها أو أي كانت المسميات يعني ليهم مغزة في الموضوع دو وبهذا الترتيب مرة أخرى مغير الترتيب اللي احنا وغدين عليه وقلب بهته ترتيب آخر وهو لو رحنا للغة اليونانية هنلاقي إلى حد ما شبيه بالترتيب اليوناني وحتى القيم العددية ألف بواحد بيتا اللي هي البه باتنين جاما اللي هي الجيم بتلاتة ومعظمنا عارفنا من المعادلات الفيزيائية والكيميائية وكده اللي درس يعني علوم عارف اللي هي والأشعة مثلا أشعة جاما وكده وبعدين نرجع تاني يعني الزين بسبعة هم مديين الزتة اللي هي الزي حرف الزي أو زد يعني زي بالإنجليش والزد سبعة بعدين اللي هي اللي هي اتة أو اتش أو اش بتمانية وبعدين بتبتدي اللي هي الواو ده اللي هو أو بتسعة وهلوم جر هتلاقي برضو نفس الشيء خده برضو من تسعين مية متين يعني هو ابتدع عشرة بعدين نط من عشرة يعني تضعفة العشرة بقت عشرين بعدين بقت تلاتين بيزود عشرة بعدين وصل بقى نوة خلاص وصل للمية ابتدى هنا هو بقت مية متين تلتمية ربعمية حد 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 وصل لل 900 إنما أنا مش شايف إن في 1000 إحنا عندنا في العربي يوصل للألف فهو طبعا عشان عدد الحروف مختلف لأن كل لغة وعدد الحروف بتاعها مختلفة زي دا ما قلت إن حتى لما ندور هنلاقي في لغات كتيرة من اللغات القديمة واخد هذه الفكرة و إحنا هو العلم بيسمى حساب الجمل أو كده في وابسايتات كتيرة وفي حاجات كتيرة بتوري دا فأنا حبيت أقدم لكم نبذة على اللي أنا اكتشفته وإن دا علم آخر ويمكن أنا أبتدي بس هو محتاج وقت عشان لأن هو حاجة كده عاملة زي بتفكرني بالرموز بتاعة البرمكت الكمبيوتر لازم في الرموز لازم تحطها بتبقى بشكل معين عشان في الآخر تديك النتيجة أن البرنامج يعمل العمل اللي أنت عاوز تعمله يعني مثلا أنت عايز تحسب حاجة معينة أو تطرح حاجة من حاجة أو في الآخر توصلك مثلا هذا البرنامج يعني يعمل حساب حاجة معينة لازم تحط القانون بتاعه والرموز بتاعته والفانكشن اللي هيعملها بطريقة معينة فده بيفكرني بي يعني أنا مدرسة الكمبيوتر هو داون بيجمع ما بين اللغة والأرقام و عمل زي رموز الكمبيوتر فبيجمع العلوم التلاتة اللي الواحد يعني تبحر فيهم شوية زائد الموضوع داخل فيه شيء روحاني ف أنا قلت أقدم ولكم وربنا يسأل كده والواحد يتعرف عليه أكتر ونشوف كم على خير إن شاء الله سلام